بسم الله الرحمن الرحيم التطعيم ضد وباء كرونة في هذا الفيديو البسيط نجيب على سؤالين في غاية الأهمية بخصوص التطعيم ضد وباء كرونة السؤال الأول ماذا يحدث لجسم الإنسان بعد التطعيم ضد كرونة بعد التطعيم بلقاح كرونة السؤال الثاني ماذا يحدث في جسم الإنسان المتطعم الذي سبق تطعيمه إذا تعرض للمرض سؤالين في غاية الأهمية يدور حول التطعيم الخاص بوباء كرونة زي ما احنا شايفين كده قد الناس موجودة وراحة الطعام ايه اللي بيحصل في جسم الإنسان لما يخذ التطعيم وايه اللي بيحصل لجسم الإنسان المتطعم لو تعرض للمرض دول سؤالين في غاية الأهمية بنجاوب عليهم في هذا الفيديو البسيط أول حاجة بنتكلم عليها هنا ماذا يحدث لجسم الإنسان بعد تطعيمه بطعم كرونة أدي جسم الإنسان وحاجنا فيه الفيروس اللي هو شبه معطل أو شبه ميت أو ليس له القدرة على الإصابة حاجناه بالتطعيم عملنا منه تطعيم وحاجناه لمين للإنسان ايه اللي يحصل في جسم الإنسان جسم الإنسان يتنبه الجهاز المناعي بأن فيه فيروس غريب دخل الجسم فيبدأ الجهاز المناعي بمقاومة هذا الفيروس أول نوع من أنواع المقاومة يقوم بزيادة وإخراج وتنشيط عدد كبير من التيلينفوسايتز الخلايا اللينفاوية التيئية يقوم بإفرازها الجسم هذه الخلايا لها القدرة على تمييز هذا الفيروس ومحاربته بل لم ينتهي الأمر إلى ذلك تقوم الخلايا التائية بإفراز مضادات أجسام مضادة للفيروس على حسب نوع بروتينه وشكله والتركيز بتاعه وقوته تقوم الخلايا التائية اللينفاوية بإفراز أجسام مضادة كي تحطم هذا الفيروس وتقضي عليه بتكسير الغشاء الخلوي بتاع الفيروس اللي احنا عارفينه ده وتكلمنا عليه قبل كده إذن الجسم يتنبه ويفرز الخلايا التيلينفوسايتز بكميات كبيرة وتصبح نشطة تجاه هذا الفيروس وشكله وبروتينه والشفارات الوراسية التي يحملها والأسنان والأهداف بتاعته تكون واعية ونشطة وحزرة من هذا الفيروس وتبدأ لمهاجمته وهو فيروس ميت شب ميت فتنتصر عليه النقطة التانية بعد كده لو الإنسان اتعرض فعلاً بعد ما خد التطعيم للفيروس لفيروس كورونا أدي فيروس كورونا اللي هو الحقيقي جاي من إنسان وهو نشط وقوي أتى ليهاجم إنسان قد سبك تطعيمه أدي الإنسان اللي سبك تطعيمه يوبى التعرض لفيروس كورونا الحقيقي بعد التطعيم أولاً جسم الإنسان الذي قد حصل على التطعيم به كميات كبيرة من التيلينفوسايتس ونشطة وواعية وقوية وفي غاية الاستعداد لمهاجمة هذا النوع من الفيروسات لأنها مرت بسيناريو وحوار وتمثلية مرضية صنحها الإنسان لتنبيه جهاز المناعي قبل ذلك في عملية التطعيم عددها كثير وبها المضادات للفيروس المضادات الأجسام المضادة للفيروس تأتي هذه الأجسام المضادة والتيلينفوسايت بمهاجمة الفيروس الحقيقي مباشرة ثم تحتاط الفيروس تحيطه وتقوم الخلايا التائية بتكسير الأهداب بتاعته والانقضاض عليه ومهاجمته ومحاصرة هذا الفيروس كي تتخلص منه صورة بتوضح لي هنا أدي الخلايا التائية هي بالأجسام المضادة بتاعتها ملتم حوالين تجمعت حوالين الفيروس الحقيقي وبدأت تهجمه وتحارب الفيروس الحقيقي في جسم الإنسان صورة تانية برضك أدي الفيروس الحقيقي أهو وصورة لعملية المهاجمة للتيلينفوسايت وهي بتهاجم الفيروس والدمر أدي الفيروس الحقيقي أهو خدنا الفيروس الحقيقي أهو وأدي خلايا التيلينفوسايت حواليه هي بدأت تيجي حواليه والفيروس الحقيقي لو خدناه وكبرناه شوية بيبنل الجدار بتاعه أهو هذه الجدار بتاع الفيروس وعليه الأهداب والأسنان والشوك الفيروسية بتاعته مجموعة الأشوك بتاعته وبدأت الخلايا التيلينفوسايتس والأجسام المضادة تنقض عليه وتقوم بعملية تكسير للأهداب والشوك الفيروسية الموجودة على السطح كمن استطاعت الخلايا التيلينفوسايت النشطة القوية في الإنسان الذي أخذ التطعيم بتدمير الجدار الخلوي واختراقه زي ما احنا شايفين كده بدأت تخترق الجدار الخلوي للفيروس وإذا اخترق الجدار الخلوي للفيروس أصبح ضعيفا ومريضا ولا يستطيع إلى تنفيذ العدوى ونقل المرض للإنسان الذي سبق تطعيمه فيصبح مريضا الفيروس يصبح مريضا وضعيفا وليس له القدرة بل تستمر التيلينفوسايتس الخلايا التائية اللينفوية في تكسير جدار الفيروس الجدار الفيروسي حتى يتم تحطيمه تماما وينتصر الجسم على المرض الوقاية من مرض كورونا الوقاية خير من العلاج ابتعد عن الزحام وحرص أن تكون في مكان جيد التهوية إذا لابست الكمامة فكن على يقين أن السطح الخارجي للكمامة توجد عليه الفيروسات التي تسبب العدوى فتخلص منها بعد انتهاء مهمة النظافة الشخصية وغسل اليدين بالماء والصابون لا تشارك أدواتك الشخصية مع الآخرين قم بتحضير طعامك بأمان تام أمكس بالمنزل حين تكون مريضا تلقى التطعيمات دمتم بخير وبصحة وعافية عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما أنزل الله من داء إلا قد أنزل له شفاء علمه من علمه وجهله من جهله صدق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم